بعد يوم واحد على مرور الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس والمخاوف التي أثيرت من احتمال مهاجمة الفصائل المسلحة الولائية للمنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية خرج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متجولا في شوارع بغداد وزار ساحة التحرير التي كانت مركزا لتظاهرات التشرين الماضية ترى اليوم رجلا خرج من فوضى السياسة وتخبط الأحزاب والفصائل المسلحة ليعلن للجميع أن العراق هو بلد الأحرار والتعددية وحرية التعبير والسيادة ليتجول في شوارع وساحات وأزقة بغداد ويقابل أهلها وجها لوجه وبصدر الرحب يستمع لمعاناتهم وآلامهم قل أن يفعل ذلك مسؤول الرفيع أو من سبقه من رؤساء الحكومات وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وقانونية السلاح وبث روح الأمل في نفوس أبناء العراق وإعادة البلاد إلى عمقها السابق سيدنا إن شاء الله يمتحينا على الله عليك الله يحبك الله يبارك وتسيدنا شكرا للمرة هيا وستبع المرأة المستعمة اي مشي لا ألي حققوا على أعلى تدلع على الله عليك بات رح من معظم تومر وخلت تلفونه انت بعد يومي شوفار شنو هيت تسوي شراء ست سين توحيال الكثيرون يرون فيه شخصية لا تعادي أحدا صاحب عقلية براغماتية ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة الدولية والمحلية والإقليمية وهو يعرف كيف يكون صديقا للجميع وأضل دليل على ذلك ههو يجلس كأي مواطن عادي في أحد مطاعم بهداد المكتظة بالزبائن العاديين ويطلب قائمة الطعام ليتناول ما يريد دون خوف أو وجل مصطفى الكاظمي كأي عراقي وطني يطمح في تحقيق سيادة الدولة والحفاظ على هيبتها وتغليب مصالح الدولة العليا والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل وكما تعهد يوم تكليفه فإنه سيكون خادما للشعب ولا تكون سياساته مبنية على ما يحاك في الغرف المغلقة الكثير من خصومه السياسيين داخليا وخارجيا يراهنون على قدرته في إعادة تشكيل النظام السياسي العراقي علما أن خياراته وفريقه الحكومي مدعومين دوليا لمعركة استعادة البلاد من حالة الفوضى إلى البناء والدليل على ذلك ما نراه من تصريحات وأفعال وسياسات لبعض خصومه السياسيين على الساحة العراقية وبالمقابل نراه أكثر إصرارا وحزما وقوة من ذي قبل ليقضى مراجعهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة